جريمة لم ولن تسقط بالتقادم ولا يمكن التماس العفوى لمرتكبها وستظل صفحة من بين الصفحات السوداء في تاريخ فرنسا الاستعمارية أحداث 17 أكتوبر 1961 من بين المحطة التي أظهرت تعلق وارتباط جزائري المهجر الوثيق بوطنهم الأم من خلال دعمهم ومساندتهم للقضية الجزائرية في فرنسا مظاهرات 17 أكتوبر كان لها التأثير الأكبر لماذا؟ لأن الجزائريون لم يتظاهروا فوق أرضهم وإنما تظاهروا في عاصمة العدو في عاصمة المحتل بل الجزائريون في تلك الليلة بمسيرتهم احتلوا باريز كاملة بأعدادهم الفاقت المئات الألاف من الجزائريين الذين ساروا في شوارع باريز إذن هذه العملية التي لم ترى فرنسا عبر تاريخها حشودا بشرية سارت في ليلة واحدة بهذه الأعداد مثل ما وقع في 17 أكتوبر لقد أظهرت أن السكان الذين يعيشون في فرنسا هم جزائريون ينتمون إلى الأفلان ينتمون للثورة الجزائرية وهم مع استقلال الجزائر في تلك الليلة خرج مواطنون جزائريون عزل في مظاهرات سلمية تنديدا بالسياسة فرض حضر التجوال والاعتقالات الكثيرة في حقهم فقوبلت تلك المظاهرات بوحشية وارتكبت مجزرة دموية برمي عشرات المتظاهرين في نهر السان بعد ضربهم وقتلهم رميا بالرصاص إلى جانب اعتقال عدد كبير منهم والزج بهم في السجون كانت الشرطة تبيت لهم هذه الخديعة وكانت المفاجأة في مفترق الطرق لديفونس بدأ عملية رمي أو إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وهنا بدأت عملية تفريق الجموع وبدأ إلقاء القبض على البعض يعني الكثيرين منهم وإلقائهم أحياء في لسان لقد قالوا لبابون اجمع رجالك واستعدوا وإنكم محميون من كل ما يمكنكم ارتكابه إنكم محميون لن تكون متابعة في حقكم لقد قاموا بأعمال لا إنسانية نحن في السجون تلقينا تعليمات من محامنا بشن إضراب عن الطعام في مختلف السجون والمعتقلات في فرنسا الثلاثة وستون سنة تمر على إحدى المجازر الشنيعة التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق الشعب الجزائري عقود من الزمن مرت لكنها لم ولن تمحوا قبح وشناعة أحداث السابع عشر أكتوبر ألف وتسعمائة وواحد وستين التي تبقى وسمة عار في جبين مستعمر غاشم يواصل رفضه الاعتراف والاعتذار والتعويض عن كل جرائمه في حق شعب كان رمزا للتضحية والكفاح البطولي من أجل نيل الحرية والاستقلال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر